شيء آخر اللي لفت انتباهي بشخصية يسوع المسيح بكيفية تعامله مع النساء جاء يسوع كان مثال رائع مثال صالح للجميع والكتاب المقدس في العهد القديم كان بيطلب من الملك أو الشخص اللي بيكون ممسوح ما يكون عنده كترة من الخيل يعني الحرب الحربية ولا يكون عنده فلوس أو مصاري كتير لأنه بتزيغ قلبه ولا أنه يتزوج كتير من النساء والدليل الأكبر سليمان تزوج بنساء كثيرات بل أملنا قلبه وأزغنا حتى قدم عبادات غريبة لكن المسيح أحبائي اتعامل مع النساء بقيمة غير عادية يقول كتاب ليس يهودي ولا يوناني ليس ذكر أو أنثى عبد أو حر فاليوم الحقوق الإنساني اللي بتتكلم عنها اليوم هي مبنية على أساس شريعة يهودية مسيحية اللي بتتكلم عن أساس التعامل البشري كيف البشر تتعامل معها لكن إذا أنا بتعامل على أساس مبدأ القوة جميع الناس أعدائي واللي بأمنش مثلي لازم يقتل والشخص اللي ما بيمشيش على عقيدتي يحدث له كده وكده وهكذا أنا هذا ملكي وهذا حلالة إلي وأنا باجي على هذا البلد هذا من حقي وإلى خيري يعني كأنه تفضلا وبحس كأنه هو إله الحقوق لكن كل البشر كأنه أقل منزلة هذا ليس الإله اللي إحنا بنعرفه ولا الإله اللي بيتكلم بوضوح عن القداسة هذا اللي بيتعامل بهاي ما عندهش القداسة فيه ظلم شديد في حياته فيه خطية خطية الكره البغضة للآخرين عدم التعامل المتساوي مع الآخرين عدم إعطاء الحرية وحقوق الإنسان للآخرين أن يؤمن بمن يؤمن ويؤمن الأيام كل إنسان سوف يقف أمام الله لكن بحال ما أنا بدافع عن الله وبحال ما أنا بقوم في قضاء الله ليه؟ عشان يكون عندي نساء كتير وفلوس كتير وبيوت وعمرات ووعود بالأرض وبالجنة لابد أن تواجه غضب الله ولابد أن تقع في دينونة مرعبة مخيفة جدا لأنك عن تستهزئ وتسخر من الله القدوس أدرس عن قداسة الله موسيقى موسيقى